هناك دروس في هذا الدنيا أن نتعلمها في إرادتنا مثل ما؟ كما أنك تذهب فيديو على يوتيوب وتتعلم في مبادئ البرمجة أو كيف تبدأ التصميم هذه الأشياء التي تذهب لها وهذه الدروس مبنية على أي شيء أنت تريد معها لكن هناك دروس يأتيك بدون موعد وهذه الدروس التي قامت منها اليوم هناك دروس يأتي في حياتك ليسнять شكل درس لا يأتي إلى شكل مصيبة يأتي إلى شكل تحدي ومشكلة فهذه الأشياء التي لم تخترتها أشياء أجدتك من الدنيا، أجدتك من الحياة، أجدتك من الظروف، قدرك ونصيبك لكن فقط هذه الأشياء الذكية يخرج منها بالاستنتاج لا ينسى طوال عمره وبالعكس يغير تفكيره يجعله أن يصبح إنسان أحسن على الأقل أحسن من الإنسان الذي كان عنه قبل ذلك ومع أن سنة 2019 ظللها أقل من 15 يوم أنا أحب أن أشارككم 3 من 6 أشياء أنا أتعلمتها في هذه السنة فاليوم سيكون الجزء الأول من دروس أتعلمتها في سنة 2019 فهذا سيكون موضوعنا لليوم لا تنسى يا بطل كسليك بسرطة لايك وانزل حقا الأبطال بالكومنتات اكتب عاشو الأبطال ولا تنسى يا بطل في أبطال بلا شوي كسله هذا الأشيء بدعم القناة، عبك تدعم القناة انزل اكتب عاشو الأبطال وبس تلعلي بالإنترو أهلا وسهلا بالشباب، شرفتوا يا بطل رجعنا اليوم بحلقة جديدة من سلسلة اللعبة كما قلت في المقدمة، هناك شغلات لا نختارها هي التي تختارنا، والذي تابع فيديوهاتي وصل للإستنتاج بأنه لا شيء يحدث بالصدفة وخصوصا الأشياء الخارجة عن استطاعتك، الخارجة عن نطاق تأثيرك هذه أشياء أنت لا تستطيع تأثر عليها مما يعني إذا أجدتك مشكلة أنت كانت خارجة عن إرادتك هذا الشيء ليس ناتج عن إرار أنت عملته، ليس ناتج عن خطأ أنت سببته لكنه ناتج عن أن نصيبك تصدم في مشكلة معه كما نسميه وضعه مصيبة؟ وتشاء الأقدار أنك تخرج من هذا الوضع ولكن تخرج من هذا الوضع، تخرج باستنتاج وهذا شيء كفيل بأنه يغير نقطة صغيرة من شخصيتك وللعلم، مرات كلمة تسمعها من شخص تغير تفكيرك على العالم كامل فما بالك وضع أنت عشته وأنت الوحيد الذي عايشه، فاكتشفت بأنك كل شيء كنت تفعله أنا كثير مرات حمدت الله عن مصائب المفروض أن نحمد ربنا على كل المصائب لكن أنا صريح معكم، أنا بشر مثلك ولكن هناك مصائب من داخل قلبي ولكن رأيت ما الذي أجبت ليه قلت الحمد لله رب العالمين ومع الوقت عن جد بحكي الحمد لله رب العالمين على أي شيء يأتي ودعني أبدأ بأول مصيبة صارت معي خلال هذه السنة بيوم الأيام، صحيت وذهبت إلى الكمبيوتر واكتشفت أن القناة تسكرت قناتي هذه التي تحضرها تسكرت وهذا موضوع لا يريد أن أدخل فيه كثيرا لكن فيك تتخيل الشعور التي دخلت فيه وكي تفهمني أكثر أنا في هذا الوقت كان اليوتيوب بالنسبة لك كل شيء الحمد لله رب العالمين في الفترة الحالية مشروع اللعبة أصبح أكبر بكثير من اليوتيوب والأبطال القريبين من اللعبة عارفون بالضبط هي إلى أين رايحها لكن في بداية السنة إني أصحى ولم أجد قناتي هذا آخر شيء كنت أريد أن أصحى في الدنيا لا سأدخل في الموضوع كثيرا لكن سأحكي لكم العبرة العبرة أن تعلقك بأي شيء ها معادلة بسيطة أعيدها إذا تتعلق بأي شيء إن كان قناة إن كان عمل إن كان كاسة عصير إن كان سيجارة إن كان مباراة إن كان مسلسل إن كان مكان مجرد تعلقك بشيء يصنع منك إنسان أضعف وأنا عم أحكي لكم من باب أنه أنا فقدت إشيء كنت معلق عليه أمال كبيرة كثيرا كنت بقدر أذكر الموضوع في الفيديو وأحكي كيف تتجاوز لحظات صعبة لكن شوف أنا كيف أفكر وأنت لازم هكذا تفكر تعلقك في أي شيء في هذه الدنيا هذه قاعدة تضعها في رأسك و ستغير الكثير من الأشياء في حياتك إنك تتعلق في أي شيء المهم أن تعرف هذه القاعدة لأنه معظمنا متعلقين بأشياء وأنا والله هلما أقوله شهيد قاعد فعليا في الفترة الحالية قاعد أحاول أقلل احتمادي على أي شيء في هذه الدنيا خلاص يعني حتى الأشياء التي أحبها أحاول أن أجعلها بعيدة عني أحاول أن أبعدها عن دائرة التأثير فيه عن دائرة إغوائي كبشر ماذا قصده هذا بإغوائي كبشر؟ أنت عندما تحب تلعب فورتنايت دعونا نكون صريحاً مع بعض أنا كنت ألعب فورتنايت أنا كنت أحضر كرة أنا كنت أشرب كولا أنا كنت أدخن أنا أشاب مثلي مثلك هذه الشغلات مجرد حاجتك إلها عندما يأتيك الأشياء التي تسمعه كريفينج أنه يأتي ببالك هذه الشغلة يأتي ببالك أنه يأتي ببالك يأتي ببالك أنه يأتي بالمباراة يأتي ببالك سيجارة وأنت أصلاً تدخن سيجارة وليس تدخن طوال الوقت باختصار الذي يبدأ أصوله تعلقك في أي شيء يصنع منك إنسان ضيف لأنه أول ما يأتيك لكريفينج أنت تحول تركيزك من أي شيء أنت تريد أن أجلب هذا الشيء لكيف أجل أن أقضي هذا النشاء لكيف ألعب فورتنايت لكيف أحضر المباراة لكيف أدخن السيجارة لكيف أدخن في البيت فهي يجب أن أطلع بره فإنك تضطر أن تطلع بره وتعمل شيء أنك لا يجب أن تعمله لأنك تدخن السيجارة لأنك تحتاجها أيام الأحد هنا في ألمانيا عطلة أنا يوم الأحد إذا راح عليّي الأنكوفن يعني يوم السبت نسيتا أذهب إلى السيجارة يوم الأحد يعاني يوم الأحد أدفع 10 يورو لكي أذهب على التنك الاشتراع وهي الكزية ولماذا 10 يورو لأنني كنت أشرك كثيرا ففيك تتخيل من هذه الأمثلة أن تعلقك في أي شيء في هذه الدنيا يخلق منك إنسان أضعف فأنا هذا الذي تعلمته من فقداني على القناة والحمد لله رب العالمين رجعت القناة وهنا قاعدين نشول بعض عليها وهي إلى فيلم كامل أصلا ولكن هذا أول درس اتعلمته في 2019 أن تعلقي بالأشياء يجعل مني إنسان أضعف حتى لو صغيرا وإذا بدك تكون بطل وتذكر في كتب التاريخ إذا بدك تكون بطل وتذكر في كتب التاريخ تقلل قدر الإمكان من الأشياء التي تستطيع تؤثر عليك ولكن ليس سأتحدث أكثر من ذلك لأن هذه واحدة من الأسرار التي والله العظيم أنت عارف و أنت عارف أنك إذا تقنتوها أنتم ملكتوا كثيرا في هذه الدنيا ونأتي للدرس الثاني وهو السنتاج اليوم سأتحدث لكم بصورة مباشرة أنا ذكرته بصورة غير مباشرة بأكثر من حلقة إذا تجديد على القناة أكيد لاحظت بأنه بالإنترو وأول ما دخلنا في الفيديو الدنيا لعبة لعبها صح ماذا قزهم هؤلاء نحن صاحبي نرى هنا أن الدنيا عبارة على اللعبة نعم ولعبة ما؟ لعبة استراتيجية وما هي اللعبة الاستراتيجية؟ أي لعبة استراتيجية في العالم تعتمد على الموارد ولها قواعد أساسية لكن اعتمادها الأساسي على الموارد كثر مواردك اعرف دير مواردك أنت تنجح بهذه اللعبة واللعبة التي نعيش فيها المواردين الأساسيات قلت في الحلقة الماضية المواردين الأساسيات الوقت والتركيز أنت عندك وقت قد الوقت الذي لدي إيلون ماسك نفس الوقت الذي لدي محمد صلاح لكن أين تركيزك؟ أين تركيزه؟ لا تقول لي موهوب وكان معه فلوس لا هو كان يستخدم موارد أخرى لا هي لفلوس ولا هي الجاه ولا هي المنصب ولا حتى اقتناص الفرص موارد موجودة عند كل إنسان فينا وهذه الموارد أنا قلت عنها كثير في هذه القناة لكن أعطيك بعضها لكي تعرف بالضبط عن ماذا نحن نتحدث الصبر الاجتهاد المثابرة ثبت النفس الهدوء هل ترون هذه الأشياء؟ هذه أمثلة بسيطة عن موارد التي تستطيع تنجحك وتوصلك لأعلى المراتب في هذه الدنيا وأنا أريد دائما أضرب الأمثلة في لعب الكرة لأن هؤلاء أين تتطلع؟ ستجدهم ميسي كريستيانو محمد صلاح هؤلاء الثلاث كان أحدا منهم غني؟ لا بالعكس كانوا فقراء هل كان وضع حياتهم يوري أن هذا الشخص سيصبح لعب؟ لا كريستيانو وميسي اثنين كانوا مرضى وكان آخر شيء يمكن أن يتوقعوا أنهم يصبحوا لعبين كرة محمد صلاح محمد صلاح الذي أعرف عنه كان يسافر تقريبا أربع ساعات فقط لأخذ تمرين يسافر من مدينة لمدينة فقط لأخذ يتمرن ويرجع للقرية تبعته كان يأخذ إذن من المدرسة حتى يخرج من المدرسة يبدري حتى يلحك يسافر للمدينة يتدرب ويرجع بالليل يعني كان يعمل على خط البساطة ما الذي يجابه يعمل هذا؟ ببساطة يريد أن يصل إلى مكان وماذا هذا الشعور نحن نسميه في هذه اللعبة نجم الشمال هذه الفيديو نجم الشمال هو موجود عند كل إنسان وهذا يجب أن يكون موجود جنب الموارد الأساسية أنت عرفت كيف تلعب هذه اللعبة فإذا بدأت تلعبها صح ونحن دائما هنا نلعبها صح اشترك بالقناة فعل جرس تنبيهات واخذ لك لفة على القناة وضعه في رأسك الهدف الذي تريد أن تذهب له واجهب قلم ودفتر وانت هنا إن شاء الله ستكون لعبها صح الشغلة الثالثة التي تعلمتها في 2019 أنت تستطيع تتحمل أكثر من أن تفكر حالك كيف؟ تحدي الستين تحدي الستين تعلمت منه شغلات كثيرة ليس شغلة واحدة صراحة أنا عندي علم بهذه الشغلة بأنه إذا أنت تشد حالك تضغط حالك تضغط حالك قليلا لقدامه دائما أنت تستطيع تجيب شيء أكثر كما قلت بأحد من الفيديوهات الذي هو أشياء أتمنى لو كنت أعرفها قبل أن يكون عمره 20 سنة أنه محمد علي كلاي محمد علي كلاي مين ما يعرفه؟ تعرف ما هو السبب الذي خلقك تعرفه وخلاني يعرفه؟ هذا واحد من الناس كان أكثر شيء يكرهه في حياته هو وقت التمرين تعرف لماذا؟ لأنه كان في كل التمرين يحاول يزيد العد يعني مثال بسيط لو كان يعمل ضغط ألف يحاول يضع فوقهم 100 وبعدما يخلص المية يحاول يضع فوقهم 50 وبعدما يضع 50 يقول لحاله يستطيع أن يعمل 25 وبعدما يعمل 25 يستطيع أن يعمل 15 يستطيع أن يعمل 10 في رأسه فيه شغلة معالجة أنه إذا ترك هذه اللحظة تمر سيبدأ يفكر أنه كان بالإمكان أفضل مما كان لا أريد أن أوصل إلى المرحلة التي يكون فيها كان بالإمكان أفضل مما كان وفعليا 99% كان بالإمكان أفضل مما كان في حياتنا كلنا وهذه الشغلة الآن أحكيها أولا كنت أحكي أنه ممكن توصل لمرحلة بحياتك أنه ليس سيكون بالإمكان أكثر من مما كان لا أنا كنت غلطا كل يوم نحن عايشينه ستثبت لك في الدنيا بأنه كان بالإمكان أفضل مما كان فظلك شد على حالك لا تفكر للحظة بأنه أنت وصلت للمكان الصح لا تفكر للحظة بأنه أنت وصلت للمتبعك أنت لا أعلم أن تستطيع أن تصل للمتبعك لا أعلم أن تستطيع أن تصل للمتبعك أنا هذا الذي اكتشفته فأحمد الله أن الإسلام تحدني لأنه شدني إلى شيء أنا أصلا كنت جاهز له لأنني كنت جاهز بتحدي لكن لم يكن أن أزل 60 فيديو في 60 يوم وأنا الآن لا أظل عندي غير ربع الطريق إلى من 11 أن أزل فيديوهات كل يوم وفيديوهات الحمد لله لكوالي تتبعها عالي والأشياء التي حصلت معي في حياتي الشخصية ورّتني أنه فعلا إذا أنت تظلت شد حالك الأشياء التي تريد أن تفعله بإذن الله ستستطيع أن تفعله وكلما تضغط حالك بالمعقول أنا لا أقول لك أن أذهب نفسك لا أقول لك أن أحمل نفسك فوق طاقتك لا لكن إذا تتمرن تشد حالك قليلا دائما تشد حالك قليلا لا تفكر أنك وصلت للمرحلة التي ترخي فيها لأنك فقط لذلك أنت تلعب غلط دائما تحاول تزيد العد دائما تحاول تجد طريق أفضل دائما تحاول تتحسن لأنه دائما هناك باب لتتحسن لذلك أقول لك أنه المساعدة لديك لا يوجد أنت كإنسان أو دعني أتحدث عن نفسي أنا كإنسان استنتجت في 2016 لأنني لا يمكنني المساعدة لأوصل له أنه أوصل للتوب وأقول تمام يمكن أن يصل إلى مراحل بالتتويج لا يوجد المساعدة لحد ما يأتي يوم وتموت هنا يكون المساعدة هذه الأشياء من الست شغلات التي تعلمت في 2019 إن شاء الله هناك جزء ثاني من هذا الفيديو قبل نهاية السنة إذا كنت جديد بالقناة اشترك بالقناة وفعل جرس التنبيهات أو لا تشترك فقط فعل الجرس المهم فعل الجرس دبر حالك إذا كان لديك 10 دقائق أحضر هذا الفيديو سبحانك الله بحمدك أشهد لا إله إلا أنت أستغفرك وأعتبه لك عاش الأبطال والديني اللعبة وإحنا هنا دائما ننعبها صح السلام عليكم اشتركوا في القناة